بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم في مدة التاريخ السنة الثانية متوسط راح ندير تكملة للدرس التعال الوثيقة التاريخية راح ندير العنصر ما يدين تحول المجتمع الإسلامي ما يدين تحول المجتمع الإسلامي أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت عبارة عن صحاري يعني صحرة سكنتها قبائل البدو الرحل وسكان الحذر سكان البدو الرحل هما هذوك اللي يديروا الخيمات ويقعدوا كل خطرة يتنقلوا من منطقة لمنطقة يتبعوا تواجد المياه وين يكون كين الماء وكانوا عندهم يا ربي والأغنام صفي يروحوا وين كاين لحشيش ليكلوا أغنام تواها هذو يقولهم البدو الرحل وسكان الحذر هما زعم سكان المدينة حيث كانت الوثانية سائدة يعبدو الأوثان حجارة وللعربي فيها آلهة متعددة قلق العرب كانوا عندهم الآلهة متعددة يعبدو قدين حجارة وكانت تعرف مناوشات قبلية بين القبائل مناوشات يعني شجارات والله كما نقوله إحنا منوشات يعني بالكلام بالهدرة يهوشوا بعضهم بالهدرة بين القبائل الدولة العربية الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دوافع الهجرة النبوية من دوافع الهجرة النبوية وشان هي؟ أول حاجة الإضطهاد الديني الإضطهاد هو كما نقوله إحنا يحقروهم اللي يمتبعين ديل إسلامي يحقروه يذلوه يضربوه كما نقوله عندهم معاملة سيئة لهم الإضطهاد الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش اثنين الترحيب من طرف طبائل الأوس والخزرج الأوس والخزرج بعد بيعة العقبة الأولى والثانية ثلاثة الإذن بالهجرة بنزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم سير الهجرة اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خطة منظمة من أجل تضليل المتربسين به وعرفت وعرفت رحلته ثلاث مرحل أولا التوجه إلى جنوب مكة مع أن يثرب باتجاه الشمال يعني التوجه إلى جنوب مكة مع أن يثرب باتجاه الشمال يعني هما توجهوا المكة وقال لك باللي يثرب كانت في دجاه الشمال يعني عكس بعضهم اللجوء إلى غار فورة والمكوث فيه ثلاثة أيام سارة عليه أفضل الصلاة والسلام بمحاذاة البحر الأحمر وهو طريق الاتصال أخباره إلى قريش وقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد قباء في ضواحي يثرب نتائج الهجرة بناء المسجد النبوي الشريف والمساوات بين الأنصار والمهاجرين تحول المسلمون إلى مجتمع منظم وعلى أسس جديدة تغير اسم يثرب إلى المدينة المنورة وظهور التقويم الهجري نسبة إلى الهجرة النبوية يعني هجرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أسس الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الذي كان موضع للعبادة والتعلم وجمع المسلمين المؤاخات بين الأوس والخزرج وتحقيق الوحدة الدينية وضع دستور المدينة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين يعني هنا في هذه الأسس الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك المسجد النبوي الذي كان موضع للعبادة والتعلم وجمع المسلمين يعني كي ديروا المسجد النبوي ديروه كما نقوله إحنا يا ركيزة يجتمعوا فيها للناس باش يعبدوا رب العالمين باش يصليوا وباش يتعلموا وباش يجمعوا المسلمين يديروا لهم الخطة بتاع الإسلام المؤاخات بين الأوس والخزرج الأوس والخزرج هذو زوج قبائل كانوا دائما في السراعة وتحقيق الوحدة الدينية وهنا وضع دستور المدينة يعني قوانين اللي يتسير الدولة الإسلامية وهذا القوانين تسير المسلمين وغير المسلمين مصادر الحكم اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم والشورى بالإضافة إلى نظام حكم يشارك فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم يعني الحكم في الوقت تاع الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد على القرآن الكريم كي يقرأوا القرآن ويفهموه فالقرآن فيه كلش كما قلت اللي سرق وش الجزاء تاعه اللي توفع وخلى ورثك كما قلت له هنا في مصادر الحكم اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم والشورى بالإضافة إلى نظام حكم يشارك فيه كبار الصحابة رضي الله عنه يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يلجأ للقرآن الكريم باش يصدر قرارات في ذاك الوقت وكان كان شورى شورى وش معناتها انه كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعوا ويتشاوروا في القرارات اللي رايحين يتأخذوها في ذاك الوقت هذا بالنسبة لمصادر الحكم مصادر الحكم كانت من القرآن الكريم وكانت من شورى انتاع كبار الصحابة رضي الله عنه مظاهر الدولة الإسلامية عندنا مظهر اجتماعي ومظهر اقتصادي وعندنا مظهر عسكري بالنسبة للمظهر الاجتماعي تحرير العبيد يعني هذو كل أصحاب البشرة السوداء كانوا استعبدوهم كما نقوله احنا يخدموا عندهم الأعمال الشاقة قال لك تحريرهم يقول لي وكيفهم كيف كيف الأشخاص الكل ما يكونش كاي عبد حر وعبد كما نقوله احنا عبيد وتحريم الموبقات الموبقات هي كل المحرمات يعني كما نقوله السرقة أي حاجة عندها علاقة بالموبقات والنهي عن المنكر وإعطاء مكانة للمرأة وقت فيت كانت المرأة كان الراجل كيتولد عنده هو المرأة ولا طفلة كانوا يقتلوهم يخليوهم شي يعيشوا قال لك الإسلام أعطى مكانة للمرأة اقتصاديا مظهر اقتصادي التشجيع على العمل والكسب الحلال وامتلاك الثروة وعسكريا قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتكوين الجيش وقاد بنفسه 27 غزوة هذا بالنسبة للدرس عنهار اليوم نقول اللهم ما شرح صدري ويسير أمري واحد للعقدة من لساني يفقه قولي ودائما نحمد رب العالمين واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الدرس التي عنهار اليوم اللي دردتو ذركها خلي السؤال أو الاستفسار خليها في التعليقات وأكيد رايحة نجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم ومانيش رايحة نبخل أي معلومة في الأخير أستفدعكم الله الذي لا تضيعوا واستفساراتكم